فايت من سباب غلاك الموت ما لها علينا سبابك يعني لو لا حبك ما كنتش موت مش هموت توفى منذ قليل فنين علي حميدة بعد سرها مع المرض بعدما تدهورت حالته الصحية أثر إصابته ورم في الرئتين وتم نقله في ساعة مبكرة من اليوم الخميس إلى مستشفى مطروح العام وأكد مصدر تبي بمستشفى مطروح العام أنه جال إنهاء إجراءات تصريح الدفن تمهيداً لتشياء الجسمان إلى مسواه الأخي وسيطرت حالة من الحزن على عائلة الفنان الراحل علي حميدة حيث كتب عائد النافع ابن شقيقته قائلاً إن لله وإن إليه راجعونه وفاة الدكتور علي حميدة نسألكم الدعاء والسباب وفي نفس السياق قال الدكتور أحمد البلتاجي وزير وزارة الصحة بمطروح أن الفنان علي حميدة وفاته المنية داخل غرفة إنعيش المستشفى العام بمدينة مارسة مطروح عصر اليوم الخميس عن عمر ناهز 74 عاماً بعد تعرضه لهبوط حيث في الدورة الدموية نتيجة توقف الرئة عن العمل تماماً وأكد فيه تصريحاته أن المطرب علي حميدة تم نقله صباح اليوم بسيارة إسعاف إلى المستشفى العام بعد تدهر حالته الصحية داخل منزله بمدينة مارسة مطروح وتم إجراء عمليات إنعيش رأوا له متواصلة إلى أنها بقت بالفشل ووافته المنية في الرابع والنصف اليوم الخميس كان الفنان علي حميدة ابن محافظة مارسة مطروح قد تعرض لوعكة صحية منذ أكثر من ثلاثة أشهر وتم نقله إلى معهد ناصر في الجناح رقم 57 للعلاج على نفكة الدولة إلى أن التحاليل والإشاعات الطبية التي أجريت له كشفت تمكن مرض السرطان في كل من الرئة والكلة فقررت أسرته عودته إلى منزله تحيير ريفية في مدينة مارسة مطروح منذ حوالي عشرة أيام الفقيد الرحمة والأهل وزوية ومحبي وجمهور الصبر والسلوية عزيز المشاهد إذا أول مرة بالشاهد قناة الثقافة ومعلومة لا تنسى لايك والشترك في القناة مع تفعيل الجرس لسلق لكم مع أجمال وراء تحياتي وتحية أصل الثقافة ومعلومة هيا بعمل